هذا هو مقدار المد الذي كان يتوضى به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو مقدار ما منه كفي الرجل المعتدل فيأخذ الإنسان كيف يتوضي بسمه يقول بسم الله ويأخذ قليلا من الماء ثم بعد ذلك يغسل كفيه أولا بهذه الطريقة ثم يأخذ ماء آخر بنفس الطريقة ويغسل كفيه مرة أخرى بهذه الطريقة ثم ثالثا كفيه إلى الرسل لا يزيد عن الرسل ثم بعد ذلك يأخذ ماء بيمينه ويدخله إلى فمه ثم يمج الماء بعد المغمضة من الفم إلى الأرض ثم يستنتر بيساره هكذا ثم يأخذ ماء مرة أخرى بنفس الطريقة ويمج ثم يستنتر بيساره سواء بصوت أو بدون الصوت هذا هو المضمضة والاستيشاف ثم يبدأ يأخذ ماء ويغسل وجهه من منابة الشعر الأعلى من منابة الشعر الأعلى هكذا يبدأ ثم ينزل ويغسل العذارة وهو الموضع هذا وينزل إلى أسفل إذا كان ماله لحية إلى أسفل الدقن هكذا يغسل الوجه ويمسح ويدلل مرة ثم مرتين هكذا ثم ثلاث مرات هذه ثلاث مرات طبعا من قال بتسليل لحيها هنا في المرة الثالثة يخلل لحيته وهل يشترط أن يأخذ ماء جديد الصواب أنه لا يشترط يخلل لحيته بهذه الطريقة من هنا يمين ويسارا أو بهذه الطريقة يخلل لحيته وبعض العفوق ها يقول يخلل لحيته بهذه الطريقة أيضا الأمر فيه واسع إن شاء الله ثم يأخذ ماء يغسل يده اليمنى وهنا في غسل اليدين ننتبه أنه لا بد من غسل الكف مرة أخرى الماء في الكف ثم يسحب الماء بهذه الطريقة ثم ينزلها من المرفق ويديرها إلى أسفل حتى ينزل الماء من تحت أظفار يده مرة ثم مرتين شوفوا كيف الماء ينزل من تحت أظفار اليد الإنسان ينزل بهذه الطريقة مرة مرتين ثم الثالثة وطبعا الذنوب التي ارتكبت باليد تنزل بإذن الله عز وجل ثم يغسل يده اليسرى بنفس الطريقة يسحب الماء إلى المرفق إلى الأظفار إلى الأظفار مرة أخرى هذه مرتين وهذه الثالثة ما فيها التخليج يا شريف صبر شويه إلى الثالثة الآن انتهى إذا أراد أن يخلل بعد الانتهاء ما فيه بس يخلل لحية أصابع يديه بهذه الطريقة ثم يأخذ ماء قليلاً ويجعله في اليدين ثم يمسح بالرأس بهذه الطريقة يبدأ من منابة الشعر هكذا ويذهب إلى القفا ثم يرجعها مرة أخرى مرة واحدة ثم يدخل السماخ إلى الأذنين من الجهتين بهذه الطريقة هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة وهذه يكون مع بعض طبعاً يكون مع بعض مسح الأذنين ثم يبدأ بيغسل الرجل كيف يغسل رجله؟ طبعاً سنة اللي سيتوضعه جالس يأخذ الماء ويضعه على أطراف الأصابع ثم ينزله هكذا ثم مرة أخرى ينزل الماء من تحت أطفال أصابعه ثم مرة أخرى يأخذ ماء يديره على رجله يأخذ الماء هكذا ثم يأتي به إلى الأعلى ثم ينزله مرة أخرى إلى الأسفل هذه مرة مرتين وهذه الثالثة وأما ما يفعله بعض الناس أنهم في الثالثة يخلل الأصابع أحسن في الثالثة يخلل الأصابع بهذه الطريقة يخلل بهذه الطريقة بعض الفقهاء ذكر أن التخليل يكون بالخنصر أو بالبنصر الأمر فيه واصل ثم يسحب الماء إلى الأعلى ثم ينزل في بعض الروايات تسميت الوضوح مسحاً لماذا؟ لأن فيه استخدام ماء قليل وهو يكون شبيه بالمسح أنا الآن خدت المفروض أخذ بيميني خليك قريب من أبوك يا عشي أنا يطيح ثم يأخذ الماء وينزله به إلى الأسفل المفروض أخذ الماء دائماً باليمين أخذ الماء دائماً يكون باليمين هذه الثانية وهذه الثالثة والأخيرة يخلي الأصابع الخدمين ثم ينزل الماء ثم يأخذ ماءً قليلاً يقول بعض الفقهاء أنه في هذا الماء الأخير يشرب منه شيء قليل إذا بقي في أصابع هذه ما بقي يبقى هكذا هل بعد ذلك بعد هذا في شيء آخر الجواب لا شوفوا الماء هذا كفانة الماء هذا كفانة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر أن لا نسرف في الوضوء قالوا يا رسول الله في الوضوء يسرف قال نعم ولو كنت على نهر جالي ثم يقول أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو في زيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين ومن التطهيرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية وفي رواية ابن السن سبحانك الله وبرك بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله ربنا عالمين شكرا لس nov Bagel شكرا لكم مع الربну والحمد للغاية